بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة نبدأ مع الأداة الرابعة من أدوات إدارة التكلفة ألا وهي نظام التكلفة المستهدفة Target Costing TC ما هي نظام التكلفة المستهدفة؟ هي من أدوات إدارة التكلفة الهامة التي تبحث حول إمكانية خفض التكاليف على مستوى مرحلة تصميم المنتج والتأكيد على جودته في ضوء المنفسة الكاملة لتوليد ربحية في ضوء السعر التنفسي واتباع هذه الأداة سيزيد من قدرة المنشأة التنافسية ويساعدها على تحقيق هدف البقاء والنمو والاستمرار ويدعم المستهلكين ويزيد من ثقتهم في التعامل مع المنشأة كما يدعم ذلك وجود أسليب ومبادئ الحوكمة التي تعمل على ضمان قيام إدارة المنشأة بتحقيق التوازن بين أطراف المصالح المختلفة ومنهم المستهلكين طبعا المستهلكين اللي هم العملاء المستهلكين اللي هم العملاء طريقة حساب التكلفة المستهدفة يبقى عند سعر السوق وعند الربح المستهدف الفارق بينهم هيساوي التكلفة المستهدفة ويتم إجراء الاختبارات والتصميمات على المنتج من أجل الوصول إلى التكلفة المسموح بها فقط أسباب اتجاه الشركات لنظام التكلفة المستهدفة ليه الشركات بتبحث عن التكلفة المستهدفة وتروح تتطبعها تتعدد الأسباب التي أدت بالشركات نحو الاتجاه إلى نظام التكلفة المستهدفة أهمها يوضحها الشكل التالي أسباب اتجاه الشركات لنظام التكلفة المستهدفة أول سبب بيئة تنافسية إن الشركات اليوم بتعيش في بيئة تنافسية حاد تاني سبب بيئة سريعة التغير بمعنى اي سريعة التغير ان المنتج ينزل اليوم بعد شهر اثنين اقصاها ثلاثة بقى منتج قديم ازواق المستهلكين بتتغير بسرعة فلازم نعمل تصميمات جديدة لتلبية رغبات المستهلكين السبب الثالث ان البيئة اليوم لا تسمح بالخطأ اللي بيخطأ حيطلع برا السوق السبب الرابع بيئة متزايدة الطلب الطلب في حالة تزايد باستمرار